تعلن رسميا التواصل لهذا الاتفاق مع السعودية وهذا ما قاله بشان صرف المرتبات لكل الموظفين تفاصيل عاجلة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة كشف رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام نتائج مفاوضات السلام التي جرت مع الوفد السعودي ببساطة عمانية في العاصمة سنغاء مؤكدا إحراز تقدما في بعض الملفات وأنه تم الاتفاق على الاستمرار في أجواء التهديئة القادمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائما وقال عبد السلام في تصريح صحفي قبيل مغادرة مطار سنعاء الدولي بمعيات وفد الوساطة العمانية متجها إلى مصقط أنهينا جولة من المشاورات مع الوفد السعودي بحضور الوساطة العمانية في العاصمة سنعاء سادتها أجواء إيجابية والجدية وأضاف خضنا مشاورات صعبة ومكثفة جدا ناقشت قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي وأحرزنا تقدما في بعض الملفات لافتا إلى أنه لم تستكمل ملفات أخرى وأن الوفد السعودي المفاوض غادر صنعاء لمزيد من المشاورات وأكد أنه تم الاتفاق على الاستمرار في أجواء التهديئة القائمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائما وجدد عبد السلام التأكيد على أن وجهة نظرنا ثابتة لجهة صرف رواتب ووقف العدوان الشام البرا وبحرا وجوا وإنهاء الحصار واستكمال ملف الأسرة الذي شهدنا تباشيره اليوم مؤكدا أنه إذا حصلت أي انتكاسة فالقوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد ونأمل أن لا نصل إلى هذا الوضع وأن لا نخسر أجواء التفاعل وأضاف بما أنه تحقق في ملف الأسرة نعتقد أننا نتقدم إلى السلام أكثر وهذا مرهوم بما سنحققه في المستقبل ولم نصل إلى النقطة النهائية بعد وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض قد أعلن في وقت سابقا ليوم انتهاء أعمال التفاوض التي جرت مع طرف العدوان السعودي بوساطة عمانية في العاصمة صنعاء اشتركوا في القناة